اشتركوا في القناة تطلعات برنامج عمل الحكومة 2019-2022 فقد نعقد صباح اليوم الاجتماع التنسيقي لمحور الخدمات بحضور الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء المعنيين بمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة ويأتي هذا الاجتماع الى جانب الاجتماع المحوري البيئي الذي ينعقد غدا الاثنين تمهيدا لورشة عمل محور الخدمات والبيئة التي يترأسها سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نعيب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام الأحد القادم والثالثة التي تنعقد ضمن سلسلة ورش العمل لوضع الآليات والتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة القادم في مختلف محاوره الرئيسية وبدأ الاجتماع بكلمة افتتاحية أكدت فيها سعادة السادة فائق الصالحة وزيرة الصحة منسق محور الخدمات على أن العمل على تحديد تطلعات وأولويات برنامج عمل الحكومة القادم يسير وفق توجيهاته صاحب الجلالة الملك المفدى لتحقيق أمال وتطلعات المواطنة وشيرة إلى أن هذه الاجتماعات التنسيقية تعد فرصة تمينة لإجماع كافة الجهات المعنية لمناقشة الاستراتيجيات وأهم المبادرات والمسؤوليات في إطار معيوله صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لتطوير الأداء الحكومي وفق برنامج عمل متكامل يلبي طموحات وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد العالى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الملتقى الحكومي لعقد ورش العمل لوضع آليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة وقالت سعادة الوزيرة أن البرنامج يعتبر مكسبا للجميع في البحرين ويؤكد أن المملكة تسير في الطريق الصحيح لمواصلة مسيرة التقدم والزهار في كافة المجالات مشيرة إلى أن تعزيز جودة وفعالية الخدمات الحكومية كالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية يعد من الأولويات ببرنامج عمل الحكومة مضيفة أن التنسيق والعمل المشترك بين الجهات الحكومية سوف يعمل على زيادة فعالية الخطط والبرامج وتعزيز نجاح هذه المبادرات وسيتم إقرار مخرجات المناقشات التي تمت خلال الاجتماع في ورشة عمل المحور البيئي والخدمات المزمع عقدها الأسبوع القادم في إطار مخرجات الملتقى الحكومي 2017 الذي عقد برعاية سمو رئيس الوزراء ومبادرة سمو ولي العهد والذي وجه فيه سموه إلى عقد ورش عمل لوضع الأليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة 2019 وحتى 2022 عقد اليوم الاجتماع التنسيقي الخاص بمحور الخدمات بحضور سعادة الأستاذة فائق الصالح وزيرة الصحة والوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء المعنيين على أن يعقد الاجتماع التنسيقي للمحور البيئي غدا الأثنين اليوم هذه تعتبر ورشة العمل الثالثة بعد الورشتين الأوليتين حول محاور ثلاثة هو فيه أربع محاور أو أكثر من محور لكن اليوم هو المحور حول الخدمات اللي راح يتم مناقشته من قبل المسؤولين في كافة الوزارات والجهات الخدمية راح تطرح السياسات وأولويات برنامج عمل الحكومة القادم وأيضا المبادرات راح يتم مناقشته هناك تقريبا حوالي 23 مبادرة راح يتم مناقشتها من قبل المشاركي من مختلف الجهات الحكومية حتى يطلعوا بنتيجة الاتفاق والتوافق على هذه المبادرات والسياسات ويتم عرضها إن شاء الله في الورشة الخاصة بهذا المجال الخدمات والبيئة فإن شاء الله تعرض في تاريخ أربعة مارس نتيجة هذه الورشة العمل الاجتماعان يأتيان تمهيدا لورشة عمل المحور البيئي والخدمات التي يترأسها سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة الوزرية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام الإسبوع المقبل وهي الورشة الثالثة التي تنعقد ضمن سلسلة ورش العمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة نقعدين نركز على رفع جاودات الخدمات الحكومية وتحسين ما هو موجود في القطاع الحكومي من خدمات طبعا التركيز يمكن بيكون على المحور الأربع أكثر اللي هو المحور الإسكاني المحور التابع حق القطاع الصحي ومحور الخدمات الاجتماعية والجانب التعليمي طبعا ولكن لا يخفى عليكم كذلك أن الخدمات الحكومية رح تشمل كل القطاعات فرح نتكلم كذلك عن القطاعات بشكل عام ورفع جاودات القطاعات بشكل عام رح نتناول الجانب الخاص بالتحول الإلكتروني مع التوجه الجديد إلى خفض النفقات وتحسين الخدمات أعتقد القطاع الإلكتروني رح ياخد جانب من هذه الاجتماعات وكذلك رح نتكلم عن إعادة هندسات الإجراءات وهي طبعا بدأت تمكن في عوام سابقة لكنها مستمرة وتهدف كذلك إلى تحسين الخدمات الحكومية تم خلال الاجتماعين مناقشة المرئيات التي تم الانتهاء من تسلمها حول المبادرات والإجراءات التنفيذية والمشاريع المستقبلية من قبل الوزرات والجهات الحكومية ذات العلاقة بالمحورين محور الخدمات وهو من أهم المحاور التي يتم إدراجة على طاولة النقاش في ورشة العمل اليوم لما يمس المواطنين بشكل مباشر هذا المحور لأنه يتكلم عن محور خدمات مباشر الخط المباشر مع المواطنين وتم طبعا في ورشة العمل رسم ووضع كل المبادرات الخاصة بتطوير قطاع إذا صح التعبير قطاع الخدمات في الحكومة وكيف أن تكون في مصاف الدول المتقدمة ونعزز استدامة الحكومة وأيضا نعزز تنافسية حكومة البحرين في مصاف الدول المتقدمة ومحور مهم جدا ومحور يتم التركيز عليه بشكل أساسي في أي عملية تطويرية لرسم سياسات مستقبلية لأي دولة كانت ومن المزمع أن تعقد ورشة العمل الختامية حول التطلعات المستقبلية برئاسة سمو شيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء التي سيتم الاستناد عليها عند إعداد برنامج عمل الحكومة المقبل